بسم الله وليبنه الروح القدس الواحد امين تحل علينا نعمته بركته من الان ولا ابدا امين الحقيقة المحاضرة بتاعتنا هي المحاضرة الاخيرة النهاردة بنعمة ربنا واللي بتتكلم على البركات اللي انا وحضراتكم هنتمتع بيها لو عرفنا نمشي زي معلمنا الاباء القدسين وزي معلمنا او زي معلمتنا كلمة ربنا في علاقة حائية واضحة مع ربنا لو حضراتكم فاكرين انه احنا اخر سلسلة في الوعزات تلت محاضرات كنا بنتكلم على العلاقات المشوهة او الافكار المشوهة عن ربنا واتفقنا انه احنا عندنا تلت محددات او حاجات بتساعدنا في التعامل مع الافكار دي لانه عدو الخير بيشوه العلاقة تعليم الخاطئ بيشوه العلاقة نظرتنا عن الاسرة والمجتمع اللي حوالينا بيشوه العلاقة اي احداث بنمر بيها صعبة في حياتنا ممكن تشوي احساسنا وعلاقتنا ومفهومنا عن ربنا واتفقنا ان فيه تلت محددات مهمين قلنا ان فيه حاجة اسمها الشمولية وهي تعني ان الله في كل الصفات المميزة والجيدة الى اقصى درجة ولكن هي صفات متنوعة باكتج من الصفات الكويسة زي انه احنين وانه مراح مواسعة وزي انه اله محب وانه ممتلق محبة وزي انه ايضا صالح وانه عادل وانه الحقيقة ما ينفعش يبقى عامل مشواخد باله من الشر وبيتعامل معانا على انه ده امر عادي او امر طبيعي في نفس الوقت اتفقنا انه احنا بنترك امور كتيرة في حياتنا واحنا عندنا ثقة في حكمة ربنا وزي ما قال الكتاب ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله حكمة ربنا حكمة لا نهائية هو مصدر الحكمة واطلق على اقنوم الابن هو اقنوم الكلمة او الحكمة وبالتالي هو بيعرف يميز اوي مين اللي يطول باله عليه مين اللي يشد عليه امتى يطبطب امتى يزعى امتى يعلي صوته وامتى مرة تانية يوضح لنا انه ما كانش عايز ياخد المواقف الصعبة دي والتأديبات لولا انه الانسان مننا زاد فيها يعني واستهان بغنى لطفة الله تفقنا ايضا انه برضو في جفرن مهم جدا يتحكم في تعاملات الله معانا وهو المحبة الكاملة ان الله لانه بيحبنا محبة كاملة ولانه الحقيقة بيقف معانا على الارض وبيساعدنا في امورنا الارضية ولكن مش هو ده الهدف الاساسي لانه قال لنا بوضوح اطلبوا اولا ملكوت الله وبر وهذه كلها تزاد لكم عشان كده الله سعد بيسمح ببعض الاحداث اللي تبقى الظاهر انها مش في مصلحتنا ولكن بيبقى في الاخر مفروض هدفها خلاص نفوسنا وابديت ويمكن انا اديت لحضراتكم المسألة اللي كنت دايما افكر فيه وانا شاب صغير هو ليه كنسيتنا الابطية الارتودكسية في مصر مرت بظروف صعبة على مستوى حقب كتيرة واحداث كانت صعبة من ضغوط والتهدات ومشاكل ولكن ما يعرفش قيمة الوضع ده غير الانسان اللي شاف قد ايه الكنيسة دي زي ما هي تعراضة للتهدات ومشاكل ايضا زهر منها قدسين وظهر منها شهده وظهر منها ناس متمسكة بالايمان وحبة ربنا من كل القلب وبعدين اتفقنا في المحاضرة اللي فاتت بنعمة ربنا انه عشان الصور دي ما تشوهش وعشان نظرتنا لربنا تبقى النظرة اللي ربنا خلقنا علشان نعرفها وهي انه ابونا السماوي اللي خلقنا على صورته ومثاله واللي خلقنا على شبهه الحقيقة احنا كنا محتاجين نفتح اربع حاجات وده اللي اتكلمنا عنه في المحاضرة اللي فاتت بنعمة ربنا حد فاكر المرة اللي فاتت اتكلمنا عن ايه الحاجات اللي احنا محتاجين نفتحها عشان نقدر بنعمة ربنا نفهم ربنا بطريقة مظبوطة فضال يا حبيبي اول حاجة نفتحها هو الكتاب المقدس لانه كلمة الله حية وفعالة وامضة من كل سيف ايه زي حديه ولبقى هم بيتأملوا في الاية دي يقولك ليه كلمة ربنا ليها سيف زي حدين او احمى من سيف زي حدين هو ايه اصلا السيف اللي زي حدين ده قالك ده سيف من الناحيتين بيعور من الناحيتين بيقطع اي سيف العادي كان تبقى فيه ناحية تلمة ما بتعورش وفيه ناحية تانية ايه حد ده عشان اللي بيمسك السيف ويحارب به مهما كان متمكن وارد انه فيه حاجة تغبط فيه يعني فيبقى عاملين حسابنا اللي هيغبط فيه ده ايه يعني هو يقدر ياخد باله من ناحية يعني لكن صعب او ياخد باله من اين من الناحيتين فيبقى فيه ناحية تلمة حتى لو حصل اندفاع ما يتعورش كلمة ربنا امضى من كل سيف زي حدين ليه بقى قالك لانها من الناحيتين بتقطع اولا اللي ماسكها هو ربنا فاحنا مملأش عليه هو بيعرف يتعامل مع السيف ده بطريقة ايه غير عادية لكن ليه لها ناحيتين اللي ما بيتأملوا تأمل حلوة يقولك فيه ناحية من خلالها بندافع عن الايمان فيه ناحية كده حد بيها انا وحضراتكم دافع عن الايمان مش السيد المسيح قال كده قال هلك شعبي منين من عدم المعرفة دي في اية فيهو شعب مش كده وجيه في العهد الجديد قال للكتبة والفرسين ايه فاتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حياة وهي ايه تشهد ليه كلام ربنا في العهد القديم والنبوات والاحداث اللي اتحققت عن شخص المسيح في العهد الجديد هو السلاح ندافع بيه عن الايمان ندافع بيه عن عظيم هو سر التقوى الله ظهر فين في الجسد ادي لحضراتكم مثلا يعني يجي واحد مثلا يقول لنا ايه زي ما بعض الناس بتظهر لنا دلوقتي في المقدر جديد وتقول الكلام اللي من نوع ده تقول لك يعني احنا ايماننا قريب من بعضه قوي المسيحين وغير المسيحين ايمانهم قريب بس انتم يمكن كمسيحيين من كتر حبكو للمسيح بلغتو شوية في تكريمه فنلوم يعني بلغنا في تكريمه يقول لك هو كالنبي عظيم وبيعمل معجزات عظيمة وراجل ليه وضعه ليه مكانته ولكن ما هواش ربنا او ابن ربنا انتم من كتر ما حبتو يعني قررتوا ان انتم ايه تخلوه ربنا فكأنه احنا كمؤمنين ايماننا تبانى ازاي ان احنا عادنا مع بعض قاعدة حلوة وقلنا يا ترى يسوع ده يدي على ايه يدي على ملاك ولا رئيس ملايكة ولا يدي على نبي ولا يدي على ابن الله المساوي لله فقلنا لا احلى حاجة انه يدي على ايه على الله او ابن الله المساوي لله طبعا ده كلام الحقيقة ملوش معنا لما جوم الاباء يكلموا عن الامان وينقشوا الامان كان فيه نبوات من العهد القديم بتشير الى هذا الامان الله بعدما كلم الاباء بالانبياء قديما بطرق وانواع كثيرة كلمنا في ابنه ربنا لما بعت ابنه عشان يتجسد ما فاجئش البشرين فلما نيجي نقرأ مثلا سفر اشعي اللي بيقول كده يولد لنا ولد ونعطى ابنا تكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام يبقى احنا اللي ادينا المسيح انه يبقى الله ولا النبوة اللي قالت عنه انه يبقى الله النبوة اللي قالت عنه انه يبقى الله وبالتالي عندنا نحية في كتاب المقدس تدافع بيها عن ايماننا ولم يجي اي حد يقول كلام غير حي نقول له حبيبي النبوات دي عندنا وعند اليهود باللغة العبرية من العهد القديم وإحنا لقربنا منها ولا غيرناه النبوة بتتكلم انه هيتولدنا ولد يعني عنده جسد وفي نفس الوقت يدعى اسمه ايه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام طب ايه نحية تانية بقى بتاعت كلمة ربنا اللي مفروض نفتحها دي كلمة ربنا احبائي ليها نحية تانية حد برضو نعم اه ما هي اللي هو الإيمان لكن في جزء تاني انه كلمة ربنا بتقطع روابط الشر لجوان بس السيد المسيحي يقول لي تلاميذه ايه يقول لهم اية في منتهى القوة يقول لهم انتم انقياء بسبب او لاجل ايه الكلام الذي كلمتكم به اتاري كلام ربنا اللي الهلنا وبعتهلنا في الكتاب المقدس من اهم وظيفه انه يعمل ايه ينقينا ينضفنا بعض الاشخاص ساعات يقول طب انا يا ابونا بتقول لي افتع عقلك او افتع كتابك المقدس عشان تفهم ربنا صح طب والافكار اللي بقالها سدين مشوهة وبتخش عن ربنا طب الافكار اللي كانها الجراد دي بتتصلح ازاي ما تقلقش المسيح للمجد قادر قادر انه ينضف الدماغ وقادر انه يطلع الطين والخطايا والشهوات والافكار الصعبة وقادر انه ينقي الفكر وقادر انه يجعل القلب نقي فالناحية التانية بتاعة السيف اللي زي حدين بتعمل ايه يا حبائي بتقطع روابط الشر اللي جوه قلوبنا وعقولنا بتخلينا انقياء بسبب الكلام الذي ايه قلمنا به الله وعشان كده اول حاجة تكلمنا عنها مبارح افتح كتابك وقرأ لانك لما هتفتح كتابك وتقرأ هتتمتع بحاجات كتير واتفقنا انك لا تقاوح وتقول لا الكلام ده ما يخصنيش ولا تتعامل مع كلام ربنا وصيته على انه تقلو ليه ربنا بيتحكم فينا اتفقنا ربنا ده ابونا السماوي انا عايز اقول لكم احبائي صدقوني شفت كده يا ما ناس لما كان ابوهم موجود في حياتهم بالجسد كانوا يعترضوا على كلامه وكانوا يحسوا انه عمال يضغطهم وقال لهم اعملوا ما تعملوش ويوم ما ابوهم سابهم وراح السما بقى كلام ابوهم بيرن فين في دمخهم وبيبقوا نفسهم يرجع بيهم الزمن عشان يسمعوا منه كمان وكمان وكمان الله بيتعامل معنا كأب سماوي بيبعث لنا الوصايا اللي من خلالها بنتغير وبنتصلى اتفقنا ايه كمان مبارح نفتح ايه كمان مبارح عشان نعرف ربنا كويس نفتح القلب نفتح القلب من خلال الصلة وكلمتكم بارح عن الناس اللي لابسها مزيك الناس اللي ممكن تبقى وقفها بتصلي وهي مش بتصلي هو وقف بيصلي لانهم وقلوا له هو جي العشية هو تزنقوا في شماس فدخلوا يقف شماس اي حاجة ما كانش قصده يعني انما هو بيقف ليه عشان قالول نقف كلم مع ربنا لا اتكلم مع ربنا من قلبك كل الصلوات القوية اللي استجاب لها ربنا كانوا البشر بيتعاملوا مع الله منين؟ من القلب وشفنا موسى النبي وشفنا داود النبي وشفنا حتى على مستوى تاريخ الكنيسة يعني يوم ما كانت فترة ما بعد ثورة يناير وازاي الشعب المسيحي كان في الكنيسة بيصلي وكل ما يصلي يبانن الدنيا عمالة سوء نصلي لربنا وقول له يا رب بص من فضلك يا رب اعمل اي حاجة المهم يبقى لي للبلد نسبة في مجلش الشعب يكونوا شوية برود مايند يعني مش عايزين نتحط في ظروف سودة ويجو ناس يحكمونا بافكار قديمة او افكار مش مناسبة لين يوم ربنا في الاول يسمح بان هم يجو الغالبين نقول له طيب بص يا رب مجلس الشورى بقى يعني احنا كلمنا في مجلس الشعب وهيعدت وبازت بازت طيب الحقيقة انا حتى في مجلس الشورى فيصلوا فييجي مجلس الشورى اذا كان الشعب ستين لاربعين الشورى بقى سبعين لتلاتين فالدنيا بتسوق وبعدين يجي في انتخابات الرئاسة يبقى فيه خمسة نقول له طيب يا رب اختار اي واحد اي واحد ما عدا ده يوم ربنا يسمح بايه انه يجي واحد وهو ده اللي ما كناش عايزين طبعا احنا ما كناش عايزين ناس تاني بس ده اكترهم يجي هو طب ليه يا رب كده وتلاقي الناس تصرخ لله من اعمق الحقنا يا رب ومدي ايدك يا رب احنا كنا متخالينك هتسمعنا وصلواتنا دي هتستجيب ليه لكن شوفنا في الاخر انه كل اللي حصل ده مع صلوات الناس الله لترجمه لشيء الى الان الى الان لا نتخيله الى الان مش بيصدقينه الى الان لما تتوقع الكلام ده او تفكر فيه تقول ايه كلام ده مش حقيقي مش طبيعي ازاي حصل كده وازاي وصلنا لكده وازاي ربنا كان ليه خطة مختلفة لكنه بالتأكيد استجاب لصلواتنا والصلوات ناس كتير قوي لأجل الكنيسة والأجل مصر وحماها من كوارث كبيرة لولا انه تدخل وشاف ناس بتصلي فتح قلبه افتح قلبك تعرف تشوف عمر ربنا وتسلم له حياتك وتفهم خطته لحياتك النقطة الثالثة قلنا ايه بقى افتح عقلك قلنا التعبير بتاع الابن الضال الذي رجع الى نفسه قعد مع نفسه وشاف بهدلت الخطي وشاف العالم مودينة لناحية شكلها ايه وشاف الامور اللي بيحط سلامها في العالم حط سلامه فيه يعني انا سلامي في الاكل في الشرب في الامكانيات في الظروف وشوف قدينه الامكانيات والظروف دي ما بتعملش حاجة بالعكس جايز تسكن لنا بعض المشاعر السلبية جايز تدينا درجة من درجات للطمئنان لكن السلام الحقيقي ما بيجيش منين من العالم افتع عقلك زي ما فتح الابن الضال وقال لا عرفت حط سلامي لا في الفلوس ولا في حريتي الشخصية ولا في صحابي اللي فسادوني وبعدوني عن ربنا ولا في الشهوات اللي كنت متخالي انها بتسعدني وبالتالي كم من اجير كم من اجير كم من واحد عند ابويا يفضل عنه الاجل وانا ايه اتدور جوع ده نتبهدل تقوي لو الواحد فينا يا جماعة قعد مع نفسه وحاسب نفسه وشاف عمل الله في حياته هيعرف قديه وبيبهدل نفسه على الفاضي وانه محتاج يرجع يعود مع ربنا ويتكلم معاه ويشوف عمله في حياته ويشكر ربنا على عمله في حياته ويقول له زي ما قاله بطرس الرسول الى من يا رب نذهب وكلام الحال الابدية ايه عندك احنا ملناش غيرك احنا مش هنسيبك يعني مش هنسيبك ظروف تتغير مكان يتغير الدنيا تبقى كويسة الدنيا تبقى وحشة احنا ملناش غيرك وقال النقطة الاخيرة كانت ايه افتح ودانك افتح ودانك افتح ودانك لتعليم الكنيسة وصايا الكنيسة افتح ودانك لكل حاجة بتقدم لك جوة الكنيسة علشان تنمو في علاقة بربنا ويوعى تتعامل مع الكنيسة على انها بتلغيك او بتغير شخصيتك او حرية ارادتك بالعكس الكنيسة مش بتفرد الصيام الكنيسة بتشجع على الصيام الكنيسة مش بتكبرك تصلي الكنيسة بتشجعك تتعلم تصلي الكنيسة مش بتقولك نفذ كلام ربنا غصبا عنك وإلا الكنيسة بتقولك حبيبي هو ده ابوك اللي عنده كل الصالح ليك من فضلك اسمع كلام تعامل مع الكنيسة على انها فلك نوح اللي بيحميني ويحميكم من طفان بحر هذا العالم واللي بيحمينها من فكرة الغلاء واتفقنا الغلاء مش معناها الدولار علي ولا نزل الغلاء انه كلمة ربنا في العالم اللي نعيش فيه تبقى كلمة غالية كلمة قليلة كلمة شحة في السوق مش موجودة وبالتالي نقعد ندور عليها كنيستنا من ضمن البركات اللي احنا بنتمتع بيها انها بتكلمنا وبتبعتنا رسائل واتفقنا وشوفنا ان كنيستنا طول عمره بتطلع قديسين وشهد والله لا يترك نفسه ابدا بلا ايه شاهد عمر ما ربنا في يوم الايام هيبنع القداسة والعلاقة الحية ما بين شعب كنيسته وما بينه لانه هو عايز الناس تروح للسماء وتروح للأبدية فارجوك افتح ودانك واسمع افتح ودانك واهتم وحتى مع بيتك ومع ولادك شجحهم وما تتكلمش كتير عن السلبيات ما احنا المتفقين كل ما كان على الارض فيه ايه فيه سلبيات احنا مش عايشين في الابدي لكن انت النهاردة لما تقعد تتكلم في السلبيات وابونا عمل والانباء عمل وسيدنا عمل ما الحقيقة انت بتعصر نفسك وبتعصر الايه الاخرين لان اتفقنا ان من اخطر مصادر العسرة اللي عدو الخير بيلعب عليها حاجة اسمها عسرة الكنيسة يعني ايه عسرة الكنيسة يعني من ضمن الحاجات وقدينا شايفين العالم اللي حوالين انا فاكر كويس قوي رحت مرة دولة اوروبية وللأسف مفروض انها دولة تباني انها مسيحي بس تعارفين يعني غالبية اوروبا ما بقيتش دول مسيحية ولا حاجة فلقيت شاب من الدولة دي حاطت صليم فقلت خير قال دينا لقيت واحد مسيحي في وسط الناس كتيرة بشوفهم لحطين صلبان ولا فهمين ده ايه فبكلمه قال لي اه انا بأؤمن بالمسيح ولكني لا أؤمن بالكنيسة قلت يا نهرب يد يعني الوحيد اللي لقيته في البلد دي حاطت صليم يسد نفسي كده فبسأله بقول له حبيبي ليه انت لا تؤمن بالكنيسة قال لي من وحنا صغيرين كنا لما نخش علينا الصيام يعد علينا ابونا سموه الخوري او الكوري يطلب مننا خمسين يورو للي ما صامش يعني اللي ما صامش يعقبه ياخد منه كام خمسين يورو فقلت له ما جايز يكون بيشجعك وتصوم قال لي لا ما لما كبرنا واشتغلنا كان بيعد علينا قبل الصيام يلم الخمسين يورو وقال لنا نعرف كده كده ان انتوا ايه مش هتصوم فانا عشان كده معصر من الكنيسة هي دي لعبة عدو الخير طبعا فيه اخطاء وطبعا ربنا يرحمنا وطبعا ربنا يستر علينا ويغيرنا ولكن احذر كنيسة ده بيتك وزي ما قال احد الاباء القدسين اللي لم تكن الكنيسة امك لا يكون او لن يكون المسيح ايه ابوك لو سبنا الكنيسة وبعدنا يستفرد بينا عدو الخير ويتعبنا ويبعدنا عن ربنا نهارده بنعمة ربنا هنتكلم بقى على البركات هيحصل اربع انواع من البركات ودول مؤشرات ان احنا ماشيين بنعمة ربنا في السك يعني بردو ساعات الواحد فينا عايز يعرف مؤشرات كده اخبار الدنيا ماشي ازاي انا ماشي صح ولا الدنيا بايزة انا عارف عن ربنا ما هو مزبوط ولا القصة دي مش حقيقة بصوا اول حاجة لما اعرف ربنا تزداد ثقتي في نفسي والثقة بالنفس هنا مش معناها انا كبرياء يعني الثقة بالنفس انا ما انا ولكن نعمة الله الايه العاملة في استطيع كل شيء في المسيح الذي يقوين انا عارف ان بنعمة ربنا اقدر وعارف بنعمة ربنا انه بيشتغل جوايا وبيستخدمني امكانيات كبيرة او قليلة بيستخدمني ضعيف او قوي هو بيستخدمني فاول حاجة ودي نقطة مهمة جدا يا احبائي انه هفهم ان القصة مش قصة امكانيات ولكن عمل الله وقدرته في حياة يحكينا مرة احد الاسقفة من عندنا في الكنيسة كنا عادي في اجتماع كهنة عن قصة عجيبة اوي لكن هي بتؤكد المعنى ده انه ازاي وامتى الانسان يسق في نفسه وامكانياته بيقول ان احنا كنا قاعدين في الفاتيكان ايام البابا شنود الله ينايح نفسه ومسلس الرحمات وكان بيتعامل اجتماعات لاجل توحيد الايمان يعني الناس تقرب والعقيدة واي الاخير وبعدين بعد ما خلصوا جلسات المجامع المسكنية لتقريب وجهات النظر والايمان عملوا لهم رحلة يزوروا فيها كنيسة الفاتيكان يعني بعد ما خلصوا الاعداد ونقشوا اللي عايزين ينقشوا الاباء لصقفة اللي من كل انحاء العالم والبابا والكاردنالات واي الاخيره عملوا لهم زيارة كده زي فسحة يشوفوا فيها كنيسة الفاتيكان فبيقول احد الاباء الاسقفة انه رحنا كنيسة القديس بوتروس الرسول ودي طبعا كنيسة من المعالم المهمة جدا للفاتيكان على مستوى العالم فبيقول لما دخلنا كنيسة باري بوتروس انبهرنا جدا بكل حاجة وقف احد الاباء الكهنة او المسؤولين عن الزيارة بيشرح بقى الاباء الاسقفة اللي موجودين فبيشرح ازاي يقول لهم يا جماعة اللوحة دي رسمها ليوناردو دافنشي سنة كذا وكانت في عصور النهضة والفن مش عارف ايه وتمنها لا يقدر بمال وبعدين يخش مثلا على مسبح يقول لك المسبح ده تم عمله في السنة الفلانية في القرن الفلاني وتمنوا لا يقدر بمال فضل يشرح بهذه الطريقة وطبعا الاباء مبسوطين وفرحانين انه كنيسة جميلة ورائعة ورسومات غير عادية واحدين جي بقى هذا الاب الكاهن اللي بيزورهم او الراهب وراح قال في الاخر ايه وقد مضى الوقت الذي يقول فيه بوتروس للمفلوج ليس لي دهب او فضة يعني دلوقتي بوتروس الرسول بقى غاني لان كنيسته لا تقدر بمال تعرفين القصة دي لما معلمنا ماري بوتروس وماريوحان في سفر الاعمال دخلوا الهيكل فكان فيه مقعد وكان فاكر انه هيشحت منهم وتفرص فيهم الى اخره فقالوا له ليس لنا مال او ايه فضة قال لهم خلاص بوتروس دلوقتي بقى ايه بقى غاني بقى عنده امكانيات بقى عنده لوح لا تقدر بمال وعنده مسبح لا يقدر بمال وعنده تحف وخشب لا يقدر بمال وهنا رد احد الابا الاسقفة وقال وقد مضى ايضا الوقت الذي يقول فيه بوتروس للمفلوج قم فيقوم قال له الوقت اللي انا وحضرتك وحضرتك نتسند على قدرتنا وامكانيات مش على ثقاتنا في المسيح هو دلوقتي اللي هنفشل هو دلوقتي اللي هنضيع هو دلوقتي اللي ربنا مش هيشتغل في حياتنا عشان كده احبائي اعملوا معروف انه ليس بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال ايه رب الجنود وزي ما اتفقنا افتح قلبك بقلب منكسر ومتواضع لا يرزله الله صحيح الامكانيات بتساعد وصحيح المواهب مفيدة لكن في الاخر يا احبائي لو ربنا ما كانش موجود وهو اللي بيبني وهو الاساس وهو الكل في الكل احنا بنضيع وقت اول شيء مهم جدا يتمتع بيش شخص اللي فهم ربنا وعارف هو بيشتغل ازاي في حياته وعارف اسلوبه ايه في الخدمة او في تغيير الانسان روحيا انه يبقى عنده ثقة في نفسه اللي جاي منين من عمل الله مش في قدراته وامكانياته ومواهبه يا ما ناس كتير يا جماعة هلكت وبعدت عن ربنا لسقطها في قدراته وامكانياته وشوفنا ناس تلعوا بدع وهرتقات لانهما كانوا مميزين ومواهبين وعندهم ثقة في انفسهم وزوتهم لكن يقول معلمنا بولس الرسول كده اختار الله ضعفاء العالم ليغزي بيهم مين الاقوياء واختار الله جهلاء العالم ليغزي بيهم مين الحكماء بصوا كده للاباء الرسل والتلاميذ وبصوا القدراتهم وامكانياتهم وشوفوا ازاي يتقال عنهم انهم قد فتنوا المسكونة يعني فتنوا المسكونة يعني عملوا شيء غير عادي زي ما قلت لحضراته سنة تلاتين ميلاديا يسوع المسيح مات على الصليب مية وعشرين ميلاديا المسيحية تنتشر في اماكن كتيرة من العالم المعروف في الوقت ده تلتمية او تلتمية وخمسين ميلاديا اصعب وابشع امبراطوريه الامبراطورية الرومانية وعنافهم تصير امبراطورية مسيحية ازاي وفين وامتى وبقوة مين ان شاء الله بقوة ربنا ليس بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال ايه رب الجنود اول حاجة تزداد ثقتي في ايه في نفسي اللي جاي منين من قدراتي ومواهبي لا من عمله لانه لو ما عملش يقول الكتاب كده من ذا الذي قال فكان والرب لم يأمر مين اللي يقدر يقول ويعمل وربنا ما سمحش احنا بنضيع وقت نقطة من اتنين تزداد ثقتي او رجائي في خلاصي يحكي لنا مرة ابونا بوليس انه كان في اجتماع شباب وكان بيكلم الشباب عن الابدية فقال للخدام خلونا نعمل الاستبيان عارفين الاستبيان يعني نقف على الباب اليمين ناحية الولاد ونقف على الباب الشمال ناحية البنات ويبقى في خدام كده يدخلوا الولاد بورقة او بحاجة على الكمبيوتر بحيث نسأل الولاد سؤال لو النهاردة ربنا طلبك رايح فين لو النهاردة ربنا قال لك خلاص النهاردة اخر يوم في حياتك هتروح فين استبيان وخد نموذك كده عشوائي يعني مثلا 20-30 اسم هافترض انه خد 20 اسم ولاد و20 اسم بنات وبعدين لما جيه حلل الاستبيان لقى ايه لقى انه اكتر من 90% قالوا ايه طبعا دي مناظر ما توردش على جنة دي مناظر اصلا شكلها مش رايحة ابدا للابدية ولا السماء ولا هتعدي على الفردوس من اساسه وبالتالي طبعا احنا عارفين رايحين فين وواحد قال انا مش عارف مش متأكد جايز وجايز وواحد او واحدة قالت انا عندي رجاء السم فابقولنا الحقيقة وهو بيتكلم قال لهم يا جماعة الفكرة دي كارثية ما حدش فينا بيقول ان احنا دخلين دخلين لكن بنقول عندنا رجاء ان لو عملوا المسيح لي والحضراتكم واتقال عليه كده من العهد القديم انه ماذا يصنع لكرمي وانا ايه لم اصنعه يعني ايه اللي مفروض اعمله وما عملتوش الهنا اللي اتقال عنه القادر ان يخلص الى التمام استعبير ده اله وإلهكو يتقال عنه كده القادر ان يخلص الى التمام ويتقال عنه القادر ان يفعل اكثر جدا مما نطلب او نفتكر خلي عندك رجاء رجاءك مش معنى انك تتهاول رجاءك مش معنى انك تسيب نفسك للخطي ما احنا اتكلمنا في محاضرة لو حضراتكم فاكرين من خمس نقط عنوانها كيف اتوب مش كده ولا ما اتكلمناش اعمل ده وبنعمة ربنا خير اسعى طول عمرك لده وخلي عندك رجاء وان شاء الله نعمة ربنا تكمل ضعفاتنا ودي نقطة مهمة انه الانسان ترجع ثقته في انه ربنا بيحبه وانه لما بيبعد بيدور عليه وانه لما بيقسي قلبه ربنا بيشد عليه عشان يرجع وانه ربنا يفضل فتح له الباب لاخر لحظة من عمره زي اللص اليمين حاطت فيه رجاء ودايما بيبعث له رسالة بتقول له اين انت يا فلان انت فين يا حبيبي انت عارف ايه متل انا بدعوك لي عارف الفرح السماوي الذي لا ينطق به وما جيد انا عايزك تعيش معاي يسيبنا ساعات ويحجب وجه عنا عشان نتخبط شوية ونفوق لنفسنا طب طب علينا كتير يكلمنا بالراحة يعلي صوته لكن هو دائما ما يبحث عنه ودائما ما يعطينا رجاء في ايه في السماء والابدية وهو دا يا احبائي الشيء الوحيد اللي بيخلي عندي وعندكم امل في ان احنا نتغير كلنا عارفين قصص لناس قدسين كتير لما عارف انه عنده ثقة ورجاء في الابدية والسماء شد حيله وقدم توب دايما الشيطان يلعب على الحتة دي انه ما فيكش فايد قول لا فيه بنعمة ربنا فايد ليه لان ربنا دفع فيها تمن غالي قول فيه بنعمة ربنا فايدة لان ربنا احباني الى المنتهة ولان ربنا قادر ان يخلص الى التمام وقادر ان يفعل او قادر ان يفعل اكتر جدا مما نطلب او ايه نفتك يبقى نقطة نمر اتنين هيبقى عندي ثقة في ايه في خلاص نفسي الله يريد ان الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق ايه يقبلون لا تخف ايها القطيع الصغير لان اباكم قد ايه سر ان يعطيكم الملكوت بولوس الرسول يقول خلصنا صار اقرب من حين امنا احنا خلاص كل يوم بيعدي علينا بنقرب من السماء والابدي بنقرب من مسكن الله مع الناس بنقرب من المكان المفرح اللي اتكلم عنه ربنا عشان كده ثقتي في خلاص نفسي يحصل لها ايه تزين يبقى قلنا حكتين لغاية دلوقتي اول حاجة ثقتي في ايه في نفسي انا ما انا ولكن نعمة الله بلاش تحس انك ضعيف اعمل اللي تقدر عليه ويقول الكتاب المقدس كده يستسمن الرب محرقاتك يعني يستسمن الرب محرقاتك يعني قدم الحاجة الخيبة اللي على قدها اللي تقدر عليها خليك امين على قد ما تقدر وربنا يضربها في الف ما هو بيستسمن ايه انت بتقدم فرخي حمام وديقل محرقات الله بيعتبرها تور بتقدم عمل قد كده في الخدمة الله بيشتغل بيه ويا ما شفنا كده يا ما شفنا مؤتمرات كنا طلعين موروطين فيها والله بيعمل يا ما شفنا ناس ما كناش عارفين هنخش لهم ازاي ولا نكلمهم عن ربنا ازاي والله يجيبهم لغاية عندنا ايه ده بقى ان شاء الله انا ما انا ولكن نعمة الله العمل فيه والنقطة التالية ثقة ثقة في خلاصي انه عندي رجاء وعندي امل طالما بسعى وماشي في سكة التوبة ان شاء الله خير نقطة التالتة تزداد ثقة فيك في ربنا نفسه بقى الله بالنسبة لي هيتحول الى كيان حقيقي انا واثق فيه كل الاباء القدسين اللي في الكتاب المقدس او في تاريخ الكنيسة من عشرتهم ومعرفتهم الحقيقية بالله تعامل مع الله على انه ايه موجود وانه حين وانه بيشتغل وانه ربنا زي ما قال كده داود النبي بصوا داود النبي يقول ايه بمنتهى الثقة وساعات الواحد فينا يستغرب هو ليه احنا ما عندناش الثقة دي لكن هو يقول دا بمنتهى الثقة رغم ان داود النبي تعرض في شبابه لمراحل صعبة جدا داود النبي شاول الملك قلب عليه وجات له كذا مرة جيري وراء بجيش عشان يخلص منه يعني داود النبي ما كانش قاعد رايق طول الوقت بيرنم مزامير لا دا في حياته كان فيه فترات ايه صعبة وصعبة جدا يقول ايه بقى داود النبي يقول كنت فتى والان شخت من وانا عيل صغير بجري ورا الغنم ودلوقتي انا راجل عجوز ملك عجوز ايه اللي لاحظته يا داود لم اجد انسانا تخلي عنه او زرية تلتمس له خبزا شوفوا الثقة بيقول انا كنت عيل صغير وبعدين بقيت شيخ كبير ما شفتش حد جهل ربنا وتعامل معاه بامانة وبقلب فيه تركيز واهتمام وربنا كسفه ما حصلتش طبعا واحد يقول لا حصلت ما ياما بنمر باحداث ومواقف وياما بنطلب حاجات لا الحقيقة الانسان اللي بيروح لربنا بقلب منكسر الله بيعرف يتصرف الانسان اللي بيتعامل مع ربنا كأب هو محتاج لي وبيتعامل معاه بتواضع وبانصحاق بيوصل مع ربنا نتاية كويسة ونتاية كويسة قوي وبيشوف عمل الله وبيفرح بعمل الله وبيوصل لمرحلة انه بيسلم حياته كلها لربنا احكي لكم قصة قصة دي قصة يمكن انا حكيتها قبل كده عشان بعض الناس ساعات يقول لك الكلام ده كان زمان ايام الانبياء والقدسين والمعجزات الكلام ده ما بيحصلش قصة اللي انا هقولها دي يا جماعة قصة حائية قصة حصلت عندنا في الكنيسة وانا استأذنت الخادمة دي ان انا احكي القصة دي خادمة دي انا اصق فيها واصق في اللي بتقوله حد اعرفه كويس جدا وهي زوجة لأحد الاباء الكهنة اللي عندنا في الكنيسة زوجة لأحد الاباء الكهنة اللي عندنا في الكنيسة الحقيقة هي كان بتحكي وتقول للادي لما جيه يدعو زوجي للكهنوت انا كنت خايفة والان لان الحقيقة مسئولية كبيرة وانا ولادي صغيرين وبالتالي انا مش عارفة هنتحمل مسئولية دي ازاي فكنت الانة جدا لكن قدام فكرة ان انا مش متعودة اقوله ربنا لا قلت حاضر بس انا من جوه ايه الان وفضلت اول سنة ارائب جوزي بعد ما بقى كاه اول سنة في الكهنوت ارائبه ابص عليه من بعيد اشوف هيبقى معانا ولا هيختفي زي ما انا متوقعة والحقيقة جوزي كان عنده مشكلة انه من نوع اللي مش بيرد على التليفونات في الطبيعي فطبعا لما بقى كاهن وبقى المسئولات اكتر بقى الموضوع ايه اصعب عامل الموبايل طول وقت سايلاند ونرن فبدأت مع الوقت الدايق واتكلم مع رب نقوله بص يا رب انا وفقت عشان خاطرك بس انا لو علي ما كنتش هواف فانا تعبانا من اللي بيحصل وكل ما تتزنق في حاجة الولد او البنت سخنين تعمل ايه تتصل بجوزها عشان ياخدها ويروح دكتور ولا مستشفى وطبعا لان الموبايل سايلاند غالبية الوقت فإن اللي بيحصل عادة ما بيردش وده مش صحة بالمناسبة وتاخد الولد وتروح بيه الدكتور وترجع ويجي لهو بقى بالليل فقل لها ما فتحكيه وتقول له بس خلاص اتحلت يعني مش غير شبالة فبتقول فضلت كده وهي مع الوقت متضايقة حسة ان الحاجات اللي كانت في دمخة من ناحية ألقها من المسئولية زاد وكبر وبدأت تشعر انه ده هيعمل بينها ما بين ربنا ايه حاجز هتزعل منه بتقول فضلت اعمل كده واتخانق معها فصلة واعمل مطنيات للموضوع ده لان حاسيت انها دخلة على حرب عنيفة لغاية ما في يوم من الايام بتقول انه انا كنت وابونا رجبين العربية وبعدين موصلها للكليسة كان عنده اعترافات وطبعا هو في الاعترافات بقى بيقفل الموبايل يعني هو في الطبيعة عامله سايلنت وفي الاعترافات بيعمل ايه بيقفلوا عشان ده سر فيعني انسى عايزوا روح له ويتقابلوا يا ما تقابلوش يعني ممكن معرفش اخش شيئله من الزحم وبعدين خدت الولاد ورحت بيهم عيد ملاد حد من صحباتي ولادها فريحة اجامل وانا في السكة حصلت حدثة خبطت في عربية بس حدثة عنيفة تحكي الخدم والحدثة دي لما نزلت لقت عربيتها متضمرة اولادها صغيرين قاعدين وراء بيعياته والناس طالعين يتخانقوا معاه فانعايزك بقى تتخيل الوضع ده مع النفسية دي شكلها ايه شيء صعب جد صعب جد وهي من نوع اللي مش بيعرف يرد او يصطدم فالطرف التاني اللي كان برضو غلطان عارفين في مصر لما حد يعمل حدثة حتى لو غلطان لازم يغلوش يعني لازم يعلي صوته عشان يقولك ما شلهاش لوحدي يبقى القلل نقسمها او كل واحد يدفع اللي عليه وخلاص بدأ ما انا شيل الليلة كلها فبدأ الطرف التاني يزعها وانتي ما بتشوفيش وانتي ويشتموا قصص كده هي بتقول في اللحظة دي شعرت بضعفي غير العادي ياجي لزوجي انا عارفة كويس قوي انه في الاعتراف وعارفة كويس قوي انه مش هيرد بس انا اللحظة رفعت قلبي ربنا قلت له بص انا هرنله وهرنله مرة واحدة وعلى الله مايردش قلت له انتي قلت لربنا على الله مايردش قلت انا قلت له على الله مايردش انا ساعتها هرمي طبطو وازعل منك انت يعني انا كنت بازعل منه هو لا دلوقتي انا ايه هزعل منك انت بتقول لما رنت له رد وقال لنا جالك حالا وهو أول ما رد وسمعت صوته رحت دخل قاعدة بقى وليه اجتمشت مانا خلاص حسيت انه ربنا ايه هو اللي رد انا عارفة انه مفروض مايردش والطبيعي مايردش لكن طالما رد يبقى هو فوقه بيتصرف وبعد ما المشكلة خلصت وروحه بتقول لي سألت ابونا هو انت ردت ازاي فابونا ابتسم قال لها انت عارفة ان انا بقى في الموبايل مش كده قالت له اه طب انت عارفة ان انا كنت فعلا قافل موبايل قالت له ازاي يعني قافل موبايل يعني ايه قالت له لا طب احكيلي ايه اللي حصل قال لها انا دخلت المكتب وقافل الموبايل وبعدين قبل ما اتكلميني بعشر دقايق دخل ولد في خمسة او ستة بتدائي الولد ده اعترف عدي حوالي تمن دقايق وبعدين قال لي يا ابونا باركلي انا جبته موبايل جديد بتله مبروكة حبيبي قال لي طب انا هرن القدسك عشان قدسك تسجل نمرتي فابونا بيقول له بص حبيبي انا بقفل الموبايل اثناء الاعترافات ارجوك لما روح الساعة 10 ونص 11 بالليل رنلي تلات اربع مرات وربعات هفهم ان انت فهسجل نمرتك فبيقول ابونا قدام اصرار الولد العجيب ان انا افتح الموبايل وان انا سجل النمرة قلت هعصره فقررت اعمل ايه افتح الموبايل والحقيقة لما فتحت الموبايل وجيه هو يرنلي لقيت نمرتك تخيالي بيقولها كده انا ملحقتش اسجل نمرت الولد جيتلك لانه ربنا قرر انه يزبط الدنيا ويعمل كل حاجة علشان طبعا خلي بالكو بقى لو كانت داخلت بنت اعترفت كان الستة انكارة المسيح ليه؟ لانها هتعود لها ساعة لربع ونص ساعة صح؟ فالحد ستقلص طب لو كان ولد جيه من غير موبايل جديد كان برضو انكارة المسيح فمين اصدق حبائي؟ قصة دي قصة حقيقية والانسانة دي انسانة حقيقية بتحب ربنا وعندها ضعفاتها عندها الوقت اللي فيه بتزعل من ربنا واللي فيه بتتخانق مع ربنا بس هي انسانة تحب الله من قلبها وتتعامل معها لانه ابوها وعندها استعداد انها تيجي على نفسها في حاجات لاجل محبتها ليه عشان كده قالت زي ما قال داود النبي كنت فتى والان شخت ولم اجد انسانا تخلي عنه او زرية تلتمس له خبزة يبقى تالت حاجة تزداد ثقة في مين فيه هو وبقدر ما الانسان يبقى جد في علاقته بربنا ويبقى حقيقي في علاقته بربنا بقدر ما يشوف عمل الله في حياته وساعتها صدقوني هيفرح لان ربنا بيعبره حتى لو المشكلة تحلت او لا هيكفيه احساس انه ضابط الكل ضابط الكل انا غالي عليه بغض النظر الامور مش يزاي انما هو بيرد علي بيتعامل معايا بيسنيني اخر حاجة وعند معرفتك معرفة حقيقية تزداد محبتي لحاجتين لاخواتي ناس اللي حوالي للاخر وتزداد محبتي للسما وهو الانسان اللي يعرف ربنا ده ويلقي انه ربنا حلو كده لو جوم قالوله على فكرة في يوم الايام هتسيب الدنيا وتروح الى مسكن الله مع الناس تروح للمكان اللي فيه لا وجع ولا بكاء ولا حزن ولا ديء ولا نكد وهتروح في المكان اللي فيه المسيح واللي فيه الست العدرة واللي فيه القدسين وهتبقى موجود في مكان مفرح والامور الاولى قد مضت لو هو عارف ربنا كويس وفرحان معاه ومتلامس في عمل الله في حياته الحقيقة هيقوله ماله بالعكس ده فيه قدسين بقى قاله زي ما قال مين بولس الرسول ليش تهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا الوجود مع الله أمر مفرح الوجود مع الله أمر مبهج ومنساش أخويا وأبويا أبونا مين الله ينايح نفسه لما كان معانا في الأرض في الجسد ده أب كاهن من أباء كنيسة عندنا وتنايح في سنه صغير يعني وعمل مقارنة عجيبة جدا ما بين سجون وادي النطرون وأديورة وادي النطرون طلعت في دماغه كده في وعظة من الوعزات يعمل كمباريزون بين مين بين سجون وادي النطرون وأديورة وادي النطرون معرفش ليه الفكرة دي جات في دماغه بس فكرة مليون جنيه الحقيقة قال لك سجون وادي النطرون وأديورة وادي النطرون في منطقة واحدة اسمها منطقة ايه؟ وادي النطرون ودول ناس ودول ناس بس في فرق كبير في ناس حبت المسيح وسجنت نفسها في الدير لأجل المسيح وفي ناس حبت العالم وسجنت نفسها للعالم جوه السجن بس السجن ده غزبا عنك والسجن ده بإرادتك اللي في سجن وادي النطرون مستعد يدفع اللي يدفعه واللي يقدر يدفعه وكل اللي يدفعه عشان يسيب المكان ده بينما اللي في دير وادي النطرون مستعد يدفع عمره كله بس ايه ما يسيبش المكان ده ليه لان الوجود مع الله شيء مفرح وبالتالي الانسان اللي عارف ربنا كويس وعايش معه كويس هو عنده الاحساس ده انه ليش تهاء انطلق واكون ايه مع المسيح او على قل مش رافض على قل مش رافض على قل مش هيتدايق قوي لو حس انه ربنا صحيح لوقوف قدام ربنا امر مش سهل ومحتاج مزيد من الاستعداد لكن على قل الفكرة مش مرفوضة ساعة بعض الناس تقول في يوم من الايام هنروح السماء اقولك يا بونا اللي نعرفه احسن ايه من اللي ما نعرفوش لا ايه رأيكم بقى بحسب الكتاب المقدس والحياة اللي عاشها القديسين العشرة مع الله وده اللي كتير مننا ساعات ما يعرفوش افضل واكسر فرحا واكسر سلاما واكسر هدوءا من اللي نعرفه وهو العالم فتزداد محبتي للسماء ورجائي في السماء واستعدادي انه طب يا رب لو انت شايف ان الوقت ده هروح في السماء ماشي يا رب ماشي يا رب انا موافق بس بشرط ان انا اروح عندك فين في السماء وتزداد محبتي للاخرين الاخر بالنسبة لي مش هتعمل معا بمفهوم العالم هو العالم يقول على الاخر ايه احد الفلاسفة يقولك الاخر هو الجحيم مش كده يا ساتر يا رب اه الاخر هو الجحيم ما هو ليه الاخر هو الجحيم لانه الاخر ده متعب اوي لو كان زميلي في الشغل بيغير مني وعايز ياخد مكان ولكنت مراتي امطلع اروحي في تربية العيال والمصاريف عليهم ولو كانوا عيالي اعود ربيهم واصرف عليهم ودخلهم جامعات يجبروا ويجاوزوا ويسبون وبالتالي مع الوقت الاخر يتحول الى ايه الى الجحيم بينما في مفهوم علاقتنا بربنا ومعرفتنا بربنا الاخر ده عطية ربنا والاخر ده الوصية بتاعت ربنا بطبقها معاه والاخر ده بمحبتي لي اقدر اخش ملكوت السماوات فالاخر ليه مفهوم عند ربنا وعند الناس بتوع ربنا حاجة وليه مفهوم اخر فين في العالم اللي يعرف ربنا كويس يتعامل مع الاخر على ان هو ده الشخص اللي هيوصله السماوات هتقول لي وصلني السماوات ده في اخر بيفقدني سلامي ده في اخر بيرفع للضغط وبيوطيلي السكر ده في اخر منك ده في اخر انا تفشت من البلد عشانه تقول لي يا ابونا يوصلني السماوات اه تخين كتاب المقدس يقول لنا كده صلوا لاجل الذين يسؤون اليكم ويقول لنا ان احببتم الذين يحبونكم فاي فضل لكم يا رب بس احنا مش قادرين طب على اقل اطلبوا مني طب على اقل صلوا بالتضاع ان انا اغير قلوبكم او احميكم من الشخص ده او اغير الشخص ده او اقويكم تستحملوا لو بيعملوا الشخص ده اطلب مني ده ويقول يا رب اويني وانا هعرف اعمل ده ويجي كتاب يقول لا تدينوا لكي لا تدانوا بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد ودائما نقول لنفسي كده في يوم الايام الواحد فينا احبائي لما يسيب الدنيا محتاج يتطمن من حكتين اولا انه عنده رصيد في علاقته بربنا فيبقى عنده رجاء وثقة في السماء ويبقى في نفس الوقت مقدم محبة للناس علشان الناس تفتكروا بايه بكل ما هو خير هناك اشخاص لما بتنتهي حياتهم على الارض كلنا بنقول عليهم كده ربنا يرحموا مطرح مرح فتفهم يعني ربنا يرحموا مطرح مرح يعني الرحمة ما تجس غير على الميت ايوة يعني ايه يعني تفهم ايه انه كان تعب الدنيا وكان موجود عشان ذاته وما فكرش انه يقدم محبة ولا فكر في اعمال محبة ووصية بتنفذ مع الاخر وما فكرش انه يكنز لنفسه كنز في السماء بينما الشخص اللي بيعرف ربنا كويس هو شخص فاهم كده ان يوم ما يقف قدام ربنا لازم يكون خزن حاجات في السماء اعمال محبة توبة علاقة بربنا حلوة في نفس الوقت يكون عمل رصيد جيد مع الناس مش شرط انه كل الناس تجمع علي لكن على الا الا اكون انا بقدم محبة وبقدم اهتمام وبساعد اللي اقدر اساعده وخلي بالكو الشخص اللي ربنا يدي له نعمة ويسنده يدي له كمان نعمة في عينين الناس يقوله كتاب كده اذا ارضت الرب طرق انسان جعل ايه جميع اعداءه يسالمون حتى اعداءك وحتى الناس اللي مش بتحبك وحتى الناس اللي رفضاك في يوم الايام هتقر انك مختلف وان انت فعلا زي ما قالش اول كده لداود انت ابر مني ربنا يدينا وديكو نعمة ان احنا نتمتع بكل ده نتمتع بثقاتنا في انفسنا اللي جاي من معونة ربنا لينا ليس او لا بالفضة ولا بالذهب ولا بالفضة ولا بالايه باي حاجة من الامكانيات بل بروح ربنا ليس ليه مال او فضة بل باسم رب الجنود لك اقول قم والحاجة التانية تزداد ثقتي في خلاصي عندي رجاء طالما بتوب وبحاول ان شاء الله خير والنقطة التالتة تزداد ثقتي فالله شخصيا وهيبقى عايش في دنيتي وانا عارف انه ربنا ده كيان محب موجود في حياتي حبني ويسندني ويسند كل اللي بيجوا لي وهم جايين بايمان وجايين بثقة والنقطة الرابعة والاخيرة تزداد محبتي للبشر وتزداد محبتي للسما ربنا يدينو ديكو نعمة نحنا نفكر في الكلام ده ونسعى ان احنا ننفزه زي ما بيعلمونا الاباء القدسين وزي ما ربنا بيبعد في الكتاب المقدس ليلهنا المجد دائما ابدا امين حد عنده سؤال في اي حاجة فكروا حد عنده سؤال في اي حاجة فدل حبيبي بيستعمل كلمة لعلي اشتركوا في القناة مش مقصود بيها التوبة مقصود بيها البركة او يعني هو كان عنده فرص كتيرة او يتمتع بحاجات كتيرة هو كان الابن البكر وكان شغال في الصيد وكان ممكن لكن بسبب الشر والخطيئة وانه انسان مختلف عن اخوه يعقوب بغض النظر على انه يعقوب ابو الاباء كان عنده اخطاء لكن هو طلبها بدموع هو طلب ايه طلب البركة او البكورية طلب الشيء اللي هو فرط فيه وهو يعني بالبلد كده كان واعي زي البكورية او زي انه هو يعني اخد البكورية بشوية عتس فبالنسبة لي ده كلام فاضي هنا بيكلم على حالة الشخص اللي بتجيله فرص روحية وهو يرميها وهو مش بيكلم على التوبة بمعنى انه يرجع لربنا بيكلم على انه ياخد البكورية وياخد البركة فدي خلاص حصلت جايز لو كانت يا ابو وقال له يا رب انا قابل ان انا ما بقاش البكر وقابل ان انا ما خدش البركة بتاعتبويا بس عايز ارجع لك دي ربنا قبله لكن هنا مش بيكلم على التوبة من الخطيئة هو بيكلم على الخسائر اللي اخسرها عيسو من بركة وبكورية مش هترجع له خلاص لان البركة ابوه ادى لاخوه البركة والبكورية بحل اخوه باكرت عدس فمش هترجع فمعلمنا بقول لسي الرسول عايز يقول لنا ايه اوعى تفرط في اي بركات روحية اوعى تبع عندك فرصة تعمل حاجة او تنمو في حاجة وتكسل لانه ممكن يجي وقت ما تعرفش تعمله زي مثلا الشخص اللي في شبابه مش عايز يصلي او ملوش انه يصلي او مش عايز يصوم طب سوري يعني هيصوم لما يبقى عنده سبعين ثمانين سنة وجسمه مش هيقدر وهنتكلم بقى في الكالسيوم ونتكلم في اللحمة يعني طبعا انت كنت بصحتك فيمكن هنا قصد معلمنا بقول لسي الرسول لكن مش قصده عن التوبة لان التوبة مفتوحة لاخر اللحظة لكن بيتكلم على الخسائر اللي خسيرة عيسو وبقى التولة ان يرجح هنأكلت ايه السؤال اول عشان مش مركز لعلي دي يا جماعة فيها بعد اتضاع من معلمنا بولس الرسول يعني ما هو النهاردة قال في الاخر معلمنا بولس الرسول جهدت الجهد الحسن واكملت السعي واخيرا وده علي لكن هنا بقول لعلي لان هو هنا برضو خلي بالكم فيه فخ يا احبائي من فكرة اننا وانتو نبقى متطمنين مش متطمنين لا يعني دخلين دخلين فكرة دي في منتهى الخطورة احنا عندنا رجاء وطالما بنحاول فيه امل ولو تسألنا ان شاء الله خير لكن بلاش فكرة ان الواحد يراهن على انه حتى الكتاب المقدس يقول كده من يظن نفسه انه قائم فلينظر قال لي ايه يسقط لانه يامى ناس كتير ربنا يحميني ويحميكم واحسن مني واحسن من ناس كتير خدوا على ادمخهم بسبب فكرة ايه انه مش معقولة يقع على الخبطة دي مش معقولة يتحارب الحروب دي مش معقولة يتضحك عليه لا تمموا خلاصكم بايه بخوف رعدة قول يا رب انا عندي رجاء في السماء وعندي امل انك عملت كل شيء عشان يخش السماء وبحاول ابعد عن الخطية واخد ارشاد قب اعترافي وبحاول اتناول بانتظام وصلي وقولك يا رب اقعني وعندي رجاء ان في يوم الايام لما اقف قدامك حتى لو عندي ضعفات انك هتقبلني بس مقدرش اقول ان انا ضامن وكده كده داخلي دي نقطة ممكن في منتهى الخطورة تبعدني عن ربنا وتديني الكبرياء واقع في مشاكل ضخم فهنا لعلي فيها بعض تواضع وفي ناس وقت فيها بعض انه لا انا لازم افوق نفسي لعلي ده تعبير يقلقني ويقلق اي حد بيسمعه عشان كل واحد ايه يشد حيني مش عشان نفقد الرجاء مش عشان نقول مفيش امل لا فيه بنعمة ربنا امل حد عندي سؤال تاني الالهنا المجد دائما ابدي امين كل مرة والطيبة